السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلاب الصف الحادي عشر من المرحلة الثانوية المصار الأدبي أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الجغرافية بعنوان الأنشطة الاقتصادية في قارة أوروبا الجزء الثالث أهداف الدرس عزيزي الطالب في نهاية الدرس يجب عليك أن تكون قادرا على أن أولا تعدد أنواع المعادن في قارة أوروبا ثانيا تذكر أهم الدول المنتجة لمصادر الطاقة الغير متجددة في قارة أوروبا ثالثا وأخيرا تستنتج أهم مصادر الطاقة المتجددة في قارة أوروبا من خلال كتاب الطالب صفحة 181 أجب عن السؤال التالي بما تفسر اتجاه قارة أوروبا لاستيراد المعادن من الخارج رغم انتاجها الكبير من المعادن أحسنت بني فالقارة الأوروبية تتجه إلى الاستيراد من الخارج رغم الانتاج الكبير من المعادن لسبب رئيسي وهو التقدم الصناعي الذي تشهده القارة فمن المعلوم أن قارة أوروبا هي مهد الثورة الصناعية الحديثة والآن مع الهدف الأول وهو أن يعدد الطالب أنواع المعادن في قارة أوروبا لاحظ خريطة الكتاب المدرسي صفحة 182 والتي تبين المعادن في القارة الأوروبية واستنتج أهم المعادن بالقارة ومناطق انتشار كل معدن أحسنت بني من الخريطة يتضح أن أهم هذه المعادن هي أولا الحديد ثانيا أحسنتم النحاس ثالثا رائع البوتاس ورابعا وأخيرا أحسنتم ابنائي البوكسيت أما بالنسبة لإنتاج القارة من كل معدن من هذه المعادن فهو كالتالي تنتج القارة من الحديد نحو 9% من الإنتاج العالمي ونحو 20% أي 5 الإنتاج العالمي من النحاس ونحو ثلث إنتاج العالم من البوتاس بالتحديد 33.3% وأخيرا البوكسيت تنتج القارة نحو 5.3% من الإنتاج العالمي ننتقل إلى تحديد أهم الدول المنتجة لكل معدن من هذه المعادن ونستخرجها من الخريطة كالتالي أولا الحديد أهم الدول المنتجة له أوكرانيا النحاس أهم الدول المنتجة له أحسنتم أبنائي بولندا المعدن الثالث البوتاس وأهم الدول المنتجة للبوتاس المملكة المتحدة رابعا البوكسيت وأهم الدول المنتجة للبوكسيت أحسنتم أبنائي هي اليونان نستنتج من الخريطة والجدول السابق معلومة من البيانات الأساسية وهي كالتالي أولا الحديد تتصدر أوكرانيا الدول الأوروبية في إنتاج الحديد ومن المعلوم أن الحديد تقوم عليه صناعات متعددة أما صناعة الحديد والصل وأوكرانيا هي إحدى الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق وهي أولى الدول الأوروبية إنتاجا للحديد المعدن الثاني وهو النحاس وتحتل بولندا المركز الثالث عالميا في إنتاج النحاس والمركز الأول على مستوى القارة ويدخل النحاس في كثير من الصناعات أما صناعة أسلاك الكهرواء وذلك لقلة مقاومته للكهرباء المعدن الثالث أبنائي وهو البوتاس الذي يستخدم في الصناعات الكيموية وصناعة الأسمدة وتشتهر القارة بإنتاج هذا المعدن حيث تنتج كما قلنا نحو ثلث إنتاج العالم المعدن الرابع والأخير وهو البوكسيت وهو المادة الخام الرئيسية الذي تعتمد عليه صناعة الألمونيوم وهو يدخل في كثير من الصناعات الأوروبية الهدف الثاني وهو أن يذكر الطالب أهم الدول المنتجة لمصادر الطاقة غير المتجددة في قارة أوروبا لاحظ الخريطة التي أمامك وأجب عن الأسئلة التالية السؤال الأول ما أهم مصادر الطاقة غير المتجددة بالقارة أحسنتم أبنائي من الخريطة يتضح أن هناك ثلاث مصادر للطاقة غير المتجددة بالقارة وهي أولا الفح ثانيا البترون ثالثا وأخيرا أحسنتم الغاز الطبيعي السؤال الثاني ما نسبة إنتاج القارة من هذه المصادر وما مناطق انتشارها أحسنتم أبنائي فلنتابع هذا الجدول والذي يوضح مصدر الطاقة والإنتاج بالنسبة للعالم أي نسبة إنتاج القارة بالنسبة للإنتاج العالمي وتوضيح أهم الدول المنتجة المصدر الأول وهو الفح ونسبة إنتاج القارة من الإنتاج العالمي عشر الإنتاج العالمي بالتحديد عشرة في المئة من إنتاج العالم أما أهم الدول المنتجة فيتضح من الخريطة وهي أحسنتم أبنائي بولندا المصدر الثاني من مصادر الطاقة غير المتجددة وهو البترول ونسبة إنتاج القارة من الإنتاج العالمي نحو 16.5% من الإنتاج العالمي أما عن أهم الدول المنتجة للبترول فهي أحسنتم أبنائي يتضح من الخريطة أيضا النرويج حيث تستخرج البترول من حقول بحر الشمال المصدر الثالث والأخير من مصادر الطاقة غير المتجددة بالقارة وهو الغاز الطبيعي وتبلغ نسبة إنتاج القارة منه نحو 30% من الإنتاج العالمي أي يقترب قليلا من نحو ثلث الإنتاج العالمي أما عن أهم الدول المنتجة للغاز الطبيعي فيتضح من خريطة أنها أحسنتم يا أبنائي هولندا والآن دعونا نستنتج مجموعة من الحقائق من خلال الجدول والخريطة السابقة بالنسبة للفح تحتل قارة أوروبا المركز الثاني عالميا في إنتاج الفح بعد قارة آسيا أما البترول فتستورد القارة كميات كبيرة من البترول وذلك كما قلنا بسبب التقدم الصناعي فرغم إنتاج القارة الذي يبلغ نحو 16% من الإنتاج العالمي من البترول إلا أنها تقوم باستيراد كميات كبيرة منه وذلك لتلبية الاحتياجات الصناعية المصدر الثالث وهو الغاز الطبيعي قلنا أن الغاز الطبيعي يبلغ إنتاجه بالقارة نحو 30% من الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي من خلال الخريطة التالية ما أهم حقول الغاز الطبيعي في قارة أوروبا؟ أين تتركز؟ أحسنتم أبنائي من الخريطة يتضح أن أهم هذه الحقول تتركز في بحر الشمال والذي تنتج منه كل من المملكة المتحدة وهولندا والنرويج وألمانيا معظم إنتاج القارة من الغاز الطبيعي الهدف الثالث وهو أن يستنتج الطالب أهم مصادر الطاقة المتجددة في قارة أوروبا من خلال الصورة التالية استنتج أهم مصادر الطاقة المتجددة في قارة أوروبا الصورة الأولى أحسنتم يا أبنائي تشير هذه الصورة إلى طاقة المد والجزر فمن المعلوم أن حركة مياه البحار والنحطاط تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي الطيارات البحرية والأمواج والمد والجزر وتستغل ظهرة المد والجزر في توليد الطاقة الكهربائية بالقارة الأوروبية والآن أجب عن السؤال التالي بما تفسر تعد قارة أوروبا بيئة ملائمة لإقامة محطات توليد الطاقة الكهربائية من المد والجزر أحسنتم يا أبنائي هذا راجع إلى ما يلي واحد طول سواحل القارة فقد درستم أن قارة أوروبا هي أكثر قارات العالم امتلاكا للسواحل رغم صغر مسيحتها ثانيا كثرة الخلجان والفيردات ثالثا كثرة مصبات الأنهار والآن ما أهم الدول المنتجة للطاقة الكهربائية من المد والجزر أحسنتم يا أبنائي هناك مجموعة من الدول الأوروبية أهمها فرنسا إنجلترا وأخيرا أيرلندا ومن المعلوم كما يبدو من الصورة أن أكبر محطة للطاقة من المد والجزر في العالم هي محطة رانس للمد والجزر وتقع في فرنسا نأتي للمصدر الثاني من مصادر الطاقة المتجددة ونستطيع أن نستنتجها من الصورة المعروضة أمامكم أحسنتم يا أبنائي الصورة تشير إلى طاقة الرياح والسؤال المعروض هو ما المقصود بطاقة الرياح؟ رائع طاقة الرياح هي طاقة مستخرجة من حركة الرياح وذلك بواسطة استخدام طواحين أو مراوح ضخمة تقوم هذه الطواحين أو المراوح بتحويل الحركة إلى طاقة كهربائية أي تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية السؤال التالي ما أهم الدول الأوروبية المنتجة للطاقة الكهربائية من الرياح؟ أحسنتم أبنائي هناك دولتان مشهورتان بإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح وهما واحد هولندا وهي تأخذ شهرة على مستوى العالم بلظ أو بمسمى طواحين الهواء إثنان الدنيمارك الذي تعتمد في ثلث احتياجاتها من الكهربائي على الطاقة المستخرجة من الرياح ورغم ذلك هناك مجموعة من المشكلات تعترض توريد الكهربائي من الرياح ما أهم مشكلة تواجه طاقة الرياح بالقارة؟ أحسنتم أبنائي أهم هذه المشكلات هي اختلاف سرعة الرياح من وقت لآخر وهذا يؤثر على كمية الكهرباء المستخرجة من محطات توديد الكهربائي من الرياح نأتي إلى المحطة الأخيرة من الدرس وهي الغلق الختامي بني أجب عن الأسئلة التالية السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة أولا توجد أكبر محطة لتوريد الكهرباء من المد والجزر فيه؟ أحسنتم أبنائي في فرنسا وهي محط ترانس ثانيا ما أولى الدول الأوروبية انتاجا للحديد؟ رائع قلنا أن أولى الدول الأوروبية انتاجا للحديد هي أوكرانيا السؤال الثاني بما تفسر استيراد قارة أوروبا كميات كبيرة من المعادن ومصادر الطاقة رغم انتاجها الضخل أحسنتم أبنائي هذا راجع إلى التقدم الصناعي الكبير الذي تشهده القارة مما أدى إلى حاجتها إلى المواد الخام اللازمة للصناعة السؤال الثالث بما تفسر تعد قارة أوروبا بيئة ملائمة لإقامة محطات توليد الطاقة من المد والجزر أحسنتم أبنائي هذا راجع إلى ثلاثة أسباب وهي أولا طول سواحد القارة ثانيا كثرة الخلجان والفيور الدات ثالثا وأخيرا كثرة مصبات الأنهار وفي النهاية أعزاء الطلاب من خلال تطبيق Microsoft Teams عليكم الرجوع إلى معلم الصف وذلك لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته